من الأسئلة اللي دايما بنتسألها إزاي يا دكتور أكون في علاقة أمنة وما تتحولش لعلاقة سامة أو علاقة تكسك بالحاجات المهمة اللي عايزين نتكلم فيها إن أنا لازم من بداية العلاقة أحدد حدود وأعمل حدود واضحة الحدود دي هي تفكيرك مشاعرك تصرفاتك إيه اللي أنت بتحبه إيه اللي أنت بتحبوش القيم بتاعتك فكل الحاجات دي مفروض تبقى مرسومة فكرة إن ما ينفعش بقى بينا حدود أو أنا لازم أكثر الحدود عشان يحبني ألبس على مزاجه أكل على مزاجه أخليه أسمع الكلام اللي هو عايزه ما أقولهش غلط دي من النقط اللي بتخلينا نخش في خسائر كتيرة جدا مع الوقت فأول حاجة حدودك لازم تبقى واضحة ما تتكسرش تبقى مرسومة بعناية رقم اتنين بلاش نتجمل في العلاقة بلاش دول الوقت نقول إن احنا حاجات عن نفسنا أو نتظاهر إن احنا مستمتعين برد فعل اللي قدامنا وإحنا مش كده ده هيقدينا في الآخر لخسائر وآذب النقطة المهمة إن أنا أخطر التوقيت اللي أنا أتكلم فيه يعني أكيد الشريك اللي معايا ده بيجي له وقت بيكون مدايا وقت مبسوط وقت مواش قدر يتكلم عنده مشاكل عنده ظروف بيمر بيها فمهم جدا أسأله هل التوقيت ده مناسب ولا مش مناسب إن أنا أتكلم أو أطرح موضوع فيه ما تنساش كمان إن انت من حقك تقول لأ أو من حقك تقول كلمة لأ بلطف وبشياكة ولكن لازم توضح إيه اللي تقدر تعمله إيه اللي ما تقدرش تعمله وإيه اللي هتقدر تتأقلم عليه وإيه اللي مش هتقدر تتأقلم عليه لو حفظنا عن النقطة البسيطة دي إن شاء الله نكون في علاقة أمنة تنتهي بشكل كويس وتكونوا مبسوطين فيها شكرا جزيلا شكرا جزيلا